بعدما عرف بمجزرة الحرم الإبراهيمية في الخليل عام 1994 قسمت إسرائيل الحرم بتخصيص 60% منه لليهود في حين خصص 40% منه للمسلمين وبعد أكثر من عقدين مما حدث يتكرر السيناريو في المجد الأقصى وقد أضحى تقسيمه زمنيا أمرا شبه واقع وتتكثف الجهود الإسرائيلية لتقسيمه مكانيا فماذا يعني هذا التقسيم؟ التقسيم الزمني يقضي بتخصيص أوقات لصلاة اليهود في المجد الأقصى ويمنع فيها دخول المصلين المسلمين على فترتين الأولى بين السابع والنصف والحادية عشر صباحا والثانية بين الواحد والنصف والثالث دهرا إضافة إلى تخصيص المجد لليهود خلال أعيادهم وحضر رفع الأذان فيه خلال الأعياد اليهودية وفق مجاء في مقترح قدم للكنيست أما بالنسبة للتقسيم المكاني فيهدف إلى استلاء الاحتلال على مساحات من المجد الأقصى تمهيدا لتحويلها إلى مناطق خاصة لليهود لأداء صلوات تلمودية فيها يرجح تقرير لمؤسسة القدس الدولية أن الاحتلال يخطط للسيطرة على منطقتين الأولى في الجهة الغربية الممتدة أمام باب المغاربة قرب حائط البراق الذي يقيم عنده اليهود تقصهم التلمودية بذريعة أنه حائط المبكى والمنطقة الثانية تقع في الجهة الشرقية لجهة مقبرة باب الرحمة التي صدر الاحتلال جزءا منها وهي المنطقة التي يؤدي عندها اليهود بعض التقص الدينية مقابل قبة الصخرة وتكريسا للأمر الواقع صدر قرار لجيش الاحتلال يحضر ويجرم ما سمه تنظيمي المرابطين والمرابطات وحلقات مصطب العلم في المجيد الأقصى كما أقرت إسرائيل اعتقال المرابطين وإبعادهم من 15 يوما إلى 90 يوما وفرض غرامة مالية متفاوتة وعمدت الشرطة الإسرائيلية إلى منع النساء من دخول الأقصى صباحا في أوقات الاقتحامات وضعة لائحة سوداء بأسماء عدد من المرابطات كما شكلت سلطات الاحتلال وحدة نسائية خاصة من الشرطة لاعتقال المرابطات وفرضت قيودا على الرجال دون الخامسة والعشرين وقامت بمصادرة بطاقات كبار السن والنساء كما كذف الاحتلال من موجات المقتحمين للمسجد حيث تجاوز عددهم خلال عام نحو 14 ألفا وفق التقارير مختلفة يمكن الحديث عن سيناريوهات ثلاثة تنتظر الأقصى وهي تشريع تقسيمه رسميا في الكنيست الإسرائيلي أو تكثيف الاقتحامات ومحاولة فرض التقسيم أمرا واقعا أو تجدد الهبة الشعبية في القدس بما يدفع الاحتلال لضبط اعتذاءاته على إقاعها وتداعيتها ولا شك أن ترجح أي منها مرتبط بسلوك الأطراف الفاعلة ذات الصلة بقضية الأقصى